العراق الذي تؤهله ثرواته وموارده البشرية أن يكون في مصاف الدولة المتقدمة ويتمتع شعبه بالرفاهية والاستقرار إلا أنه في ظل حكومات الاحتلال منذ عام 2003 أصبح الأكثر فقرا وتشريدا بين دول العالم ارتفاع وطيرة رغبة العراقيين وأسرهم بالهجرة من العراق يعكس حجم فساد النظام السياسي وأحزاب السلطة الحكومية بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق في حين أكد قسم الإعلام في الهيئة أن أكثر من 34 شخصا لقوا مصرعهم ولا يزال عشرات في عداد المفقودين وفق أحدث الإحصاءات المتعلقة بضحايا احتراق ثم غرق قارب كان على متنه 75 مهاجرا أغلبهم عراقيون من أبناء محافظات كردستان العراق كانوا يرومون التوجه صوب أوروبا قبل أن تحل بهم الكارثة قبالة سواحل جنوب إيطاليا لتزداد بذلك حصيلة ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام الحالي 2024 استمرار هجرة العراقيين وإصرارهم على مغادرة البلد على نحو غير مأمون يعود إلى أسباب جعلت العراق بيئة غير صالحة للعيش في ظل النظام السياسي القائم فيه وثلت الأحزاب السياسية الفاسدة التي جعلته مفتقرا لمقومات الحياة الضرورية في ظل انعدام الأمن والاستقرار والغياب الكبير للخدمات والدمار الهائل في البنى التحتية هذا فضلا عن حرمان العراقيين حرياتهم العامة وحقوقهم في الحصول على فرص العمل ومصادرة مواردهم وسرقة خيرات بلدهم البيئة الطاردة في العراق دفعت العراقيين الهجرة نحو مستقبل مجهون في أوروبا وغيرها وهو ما يعكس حجم الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة والذي جعل العراقيين من الشعوب الأكثر فقرة مع السمرار الحكومات المتعاقبة وأحزابها الفاسدة بالوعود وتسويق الأوهام بشأن مستقبل رغيد وعيش كريم وواقع الحال يكشف يوميا عن حجم الأكاذيب التي يروجها هؤلاء ويظهر للعراقيين بطلان أي مشروع يقوم على المحاصصة والطائفية والتضحية بوحدة الوطن